الآن هنتعرف على أسواق شركة الأوائل للصناعات الغذائية في العالم خلال لقاءنا مع السيد محمود الشزلي المدير التنفيذي لشركة الأوائل ومدير التصدير وعلى فكرة هم بيصدروا لحوالي 25 دولة أستاذ محمود الشزلي مدير التصدير في الأوائل تمام معنا قرسى عظيم عمره 92 سنة مزبوط يعني حضرتك مدير التنفيذي ومدير التسويق ومدير التصدير بتروح تحكي للناس حكاياتنا من 1930 ولا لأ تقولون إن إحنا أسيادل بسكويت في الوطن العربي ولا لأ؟ طبعاً دي حاجة بنعتز بيها جداً القرس العظيم دواً تاريخ المشرف للشركة لأ أفاق بيفيدنا في تأجيم المنتجات وفي إقناع العميل سواء في الداخل أو في الخارج بيعني إيه منتجات شركة الأوائل؟ يعني المنتجات لها تاريخ أسواق أنا 15 دولة لغاية النهاردة صح كده؟ أه بقى بين دول عربية وأفريقية مزبوط عجبني جداً قوتك في غرب أفريقيا عملت ده إزاي؟ غانا والكاميرون وسنغال دخلت إزاي الدولي؟ عن طريق المعارض الفود أفريقا إحنا دايماً بنشترك في معرض فود أفريقا معرض فود أفريقا بالمناسبة معرض عظيم بيقدمنا شعن فيه مشترين كتير بيجوهون دول أفريقائي بيقدمنا لقطاع كبير من جلالنا الأفريقى تعرفنا على الناس هناك شافوا المنتجات بتاعتنا دقوها جمل بانسنا زارونا الشغل عجبهم واتفقنا عندنا التفقييات مع أمريكا الجنوبية اللي هي الميركسور وعندنا أغادير وعندنا الكوميسا أخبارنا إيه في التفقييات دي؟ التفقيق جمع الدول العربية ده الحقيقة اللي بيكلل المنافسة بالنسبة لنا أسهل من الدول الأخرى في التصدير للدول العربية دول الكوميسا بتخدمنا في شرق أفريقيا بالنسبة لأمريكا اللاتينية لسه ما تطرقناش لها هي زي غرب أفريقيا تاخد لها 30 يوم في البحر أو 28 يوم كمان إن شاء الله يمكن تكون في خطتنا في النصف عندنا الحمس دول الكبرى وممكن تدخل لهم أه طبعا وسعارك حلوة أه طبعا وسعارك هتقدر بأي سعر هناك إن شاء الله هنمشي في الاتجاه ده بإذن الله لو سألت حضرك على السوق المحلي هنا مسهل السوق المحلي صعب جدا وخصوصا في محافظات القاهرة والجيزة والسكندرية أنت اختراق كامل وغزو كامل لكل أسواق المحافظات وده نجاح كبير ولكن الأصعب منهم كمان القاهرة والجيزة والسكندرية مضبوط خطتك إيه لهذه الأسواق؟ النقطة انطلاقنا بإذن الله السنة الجاية إحنا مركزين عليها بنعمل يعني تخطيط لحملة إعلانية موسعة في هذه المناطق حننزل فريق من رجال البيع حنحاول نتعقد مع شركات توزيع إحنا إن شاء الله في سنة 22 جي بالنسبة لنا سنة القاهرة والجيزة والسكندرية وإن شاء الله نوصل فيها لضغطية كاملة زي ما احنا مغطيين في بقية المحافظات